أكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العالى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على همية التوجيهات التي صدرت من حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله لتطوير الخيل العربية الأصيلة البحرينية حيث أكد جلالة الملك المفدى في توجيهاته لتطوير سلالات الخيل العربية الحالية الأمر الذي يساهم في إنتاج سلالات عربية قوية من الخيل تتمتع بمواصفات بدنية عادية كما أشارت توجيهات جلالته أن يتم ذلك متطابقا مع نظم ولواحي المنظمة العالمية للخيل العربية الواهو التي تنظم السراد وتسجيل الخيل العربية وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن شكره وتقديره إلى جلالة الملك المفدى لإصدار توجيهاته السامية الأمر الذي يستشرف من خلاله جلالة الملك المفدى لتطوير السلالات العربية الأصيلة والتي تعد مملكة البحرين واحدة من أهم الدول التي توجد بها مثل هذه السلالات مؤكدا أن توجيهات جلالة الملك المفدى ستنعكس بشكل إيجابي على رفع مستوى الانتاج المحلي للخيل العربية بالمملكة مما سيفتح المجال بشكل أوسع لمنافسة بقية الدول في مختلف مسابقات الخيل العربية الأصيلة ومن بينها جمال الخيل والذي يحظى باهتمام واسع من المربيين المحليين والخليجيين وعلى المستوى العالمي وأضاف سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أنه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية وتنظيمية لتنفيذ هذه التوجيهات وذلك وفقا لما تضمنه التوجيه الملكي السامي وبما يتوافق مع قوانين المملكة ولوائح المنظمات العالمية المهتمة بالخيل ترجمة نانسي قنقر